هشام ماجد وحمد أهلال وفقوا على الظهور كديوف شارة في مسلسل عودة الأب الضال واللي من المتوقع عرضه في الأوف سيزن وده بعد تأجيل تصويره خلال الفترة اللي فاتت بسبب انشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الرمضانية المسلسل من بطولة بيومي فؤاد عبير صبري وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال صندوق الأمم المتحدة للسكان أعلن عن اختيار أمينة خليل سفيرة فخرية للصندوق في مصر وده في حفل أقيم الأسبوع اللي فات وحضروا وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا الماشرط ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مورسي وعدد من رموز المجتمع كاميرا لايتشو غطت فعالية الحفل وألتقد بأمينة خليل أمينة خليل واحدة من النجمات اللي بتركز في كل عمل لأنها تناقش قضية لها تأثير كبير على المجتمع بتحرص دايماً أن القضية دي تكون بتخص المرأة وده اللي رشحها المنصب سفيرة للصندوق الأمم المتحدة للسكان كاميرا لايتشو التقد بأمينة خليل والاتكلمة عن حلمها لاتحقق بالمنصب ده وخطتها كمان الفترة الجاية فيما يخص قضايا المرأة فخورة جداً بيوم زي ده شايفة أنه ده كان حلم بالنسبة لي أن أحلم به من وانا الصغيرة وأخيراً حصل أنه اليوم بتحقق انضمامي لمؤسسة UNFPA دلوقتي كسفيرة ده حاجة أنا بعملها علشان ده حاجة أنا مؤمنة بيها جداً شخصياً دوري كفنانة ده واختياراتي عمتاً فعالة من فن يعني مش ناسسالي هيبقى ليهم دعوا ببعض أنا بعمل حاجة عشان ده حاجة أنا مؤمنة بيها فعلاً والفن ده هيبقى حاجة تانية فما ظنش أنهم هيبقوا حاجتين منزم جيم أنا مش متأكدة بالزبط أنهي قضية أنا هتبناها ولكن أنا مهتمة جداً بخيتان البنات مهتمة جداً بالعنف ضد المرأة مهتمة جداً بحقوق الإنسان إن جانرل يعني إحنا دلوقتي هنبدأ دراسات كتيرة جداً ما بيني وما بين اليوان بحيث إن إحنا نقدر نشوف أنهي قضية أنا هقرر إن أنا هدعمها فلي بس طبعاً مش معنى إن أنا هدعم قضية واحدة ده معنى إن أنا مقدرش أدعم قضية تانية بل بالعكس أنا هبقى دايماً حريصة إن أنا يعني ممكن أعمل حاجة في حتة وبعدين حاجة في حتة تانية يعني فمش هختار واحدة أمينة كمان اتكلمت عن نجاح مسلسلها خلي بالك من زيزي وكوليس العمل ده واللي نقشت في مرض ADHD كنت بأحلم بالنجاح ده طبعاً بس أن ما أنت بيبقى معاك يعني مخرج شاطر جداً ومنتج مؤمن جداً بالعمل وكاست قوي وكرو قوي ومدير تصوير وكل الناس دي فأكيد بيبقى يعني أكيد ربنا يبارك لك يعني عدت مع كذا شخص أنا عرفه على مستوى شخصي عنده ADHD كان في درستات كتيرة جداً اتعاملت مجهود مني يعني أن أنا أقرأ عشان أقدر أفهم عشان أعرف أن أنا أحقق دور زي ده كان لازم أن أنا أفهمها فعلاً وطبعاً كتير قوي من الأسئل الإجابات للأسئلة اللي كانت عندي كانت قراردي موجودة في السكريبت فطبعاً أستاذة ماريا من عموم كتبت السيناريو بعبقاري قدرت أن هي تساعدني جداً أن أنا أفهم شخصية زيزي شكراً للمشاهدة